الله يخرب بيتك اميده الكرة من الارض ليده ما فيهاش حاجة اخيرا تسريب او التسجيل الصوتي اللي ما بين غرفة الفار وما بين محمد عادل حكم الاحتواء بيطلع عشان احمد عبد الباسط الصحفي يأكد كلامه ويطلع التسجيل الصوتي اللي بيفضح به المنظومة الزمالكوية اللي بتحتوي الزمالك ولقى بقى شوف القدر والصدفة لما تلعب لعبتها الحكم اللي في نفس السنة دي واللي كان بطل مطش الخمسة ثلاثة يطلع واللي يطلع بكل جراءة يقول ان انا بلغت زميلي وقلت لهم اللعيبة خايفة من النتيجة التقيلة فتعالوا نحتويهم واللي منع الاهلي من فوز تاريخي بنتيجة مش اقل من عشرة صفر او من عشرة اثنين بقى عشرة ثلاثة عشان يبقى الفرق سبعة يطلع هو برضو يكون بطل اللقطة اللي فيها بيقول ان القرى مش ضرب الجزاء وبيقول ان القرى من الارض الايده وايده فضاعها الطبيعي وبعد ذلك بيحسبها ضرب الجزاء عشان يفوز الزمالك باول ثلاثة نقط حرام في مشواره في الدوري ده تخيل القدر يلف والفضيحة دي والتسريب ده يجي مع نفس الحكم الحكم اللي قعد من ثلاث سنين ومع ذلك موجود في المنظومة بيحكم مباريات وللزمالك بيكون موجودة على الظهر يعني القدر لما يشاء انه يدي كل واحد حقه وانه يكون من وجهة نظري ده لو احنا في منظومة قروية محترمة تكون نهاية لتاريخ اسود لحكم زمالكاوي بيقرر انه يدي ثلاث نقط مرة واثنين وتلاتة وعشرة لنادي ابيض تاريخه كله احتواء وتحكيم واخطاء تحكيم وده مش كلامي ده كلام الحكم اللي كان في اول مطش ليه ده مش كلامي ده كلام كابتن فاروق جعفر لما قال كنا بنجيب الحكام في افريقيا نديها بوكت ماني ونوديها تروح بورسعيد تعمل شوبنج ده مش كلامي ده كلام مين كلام رضا عبدالعال لما قال ان الحكم في الزمالك وانا بلعب في الزمالك كان بيجي يقول لي لو الكلام تعني هديك انزهار روح ارمي نفسك جوة 18 اشدد ضرب الجزاء ده مش كلامي ده كلام كابتن فاروق جعفر اللي طلع وقال كارت احمر ولا ضرب الجزاء وفي المطشاط الحكم بيتفق معنا عليها ده مش كلامي ده كلام سار واتسويلم المدير التنفيذي الاتحاد القرى اللي قال ان المستشار قال انا عايز حكم مصري عشان محتاج بطولة عشان يكون الحكم ده مين محمد فاروق اللي هو دلوقتي ماسك التعينات او ماسك في لجنة الحكام فبيكرموه عشان يكون هو الحكم اللي يحكم مصر الزمالك واسموحة ويفوز الزمالك بكاس مصر بكرة فول واضح وصريح بترض لطريق حامد غير صحيح على اسموحة عشان تكون النتيجة او الشكل اللي زمالك بيكسب بطولاته بالحكام تيالي دلوقتي لا هتعرف تنكر ولا هتعرف تدعي المظلومية هتجي تقول لي طب هو فعلا هيعمل كده هقولك لا هيهرتل ويدبدب ويعيط ويصوت ويقول انا مظلوم الحقوني ده احنا هندبح الحقوني دول بيخوفوا الحكام ليه لانه مدلس وبجح صدقني مفيش اكتر من البجحة في المنظومة الزمالكوية منظومة عندها القدرة ان هي تبقى مقفوشة ومفضوحة وطلع التسريب وطلع الكلام وواضح وصريح ومتقال من بقى الحكام ومتقال من بقى نجومه ومع ذلك ينكر ويدعي انه مظلوم ويدعي ان الحكام بيتيجي عليه تخيل بالرغم انه هو كسبان اخر بطولتين دوري ليه بنفس محمد عادل بنفس عصام عبدالفتاح اللي ساعدة طلع برر الاحتواء وبرر روح البروتوكول لما تلغى للاهلي جون من الفار وهو ما كانش من حقه انه يتدخل ليه؟ عشان احنا في منظومة قروية بتخدم الزمالك عشان يتقال انه هو قال ايه القطب التاني للقرى المصرية قال ايه هو منافس النادي الاهلي عشان يجني مكاسب ويجني رعاية ويجني فلوس ويجني ماركتنج وتسويق لنفسه نتيجة ايه؟ نتيجة انه هو بيتقال او بيرتبط اسمه باسم الاهلي عشان نتيجة انه هو لازم كل فترة يدوله بطولة ولا بطولتين ولا تلاتة بالشكل اللي انتو شفتوه بالتحكيم اللي بيجيبه له مخصوص عشان يحتاج بطولة بالتحكيم اللي بيحتويه بالتحكيم اللي طلع وقال انا شايف ان الكورة مش ضرب الجزاء ولكن قرر انه يحسبها ضرب الجزاء الله يخرب بيتك ضيعتنا الله يخرب بيتك الكورة صعبة الله يخرب بيتك دي من قيدل الارض الله يخرب بيتك بس انا هحسبها ضرب الجزاء عشان انا ما يتخربش بيتي من المنظومة الزمالكوية اللي هتطلع تهاجمي وتشتمي وتدلس علي لكن انا كده كده ما تقلقش انا زمالكوي القلب فهديهم ضرب الجزاء وهديهم ثلاث نقط عشان نعيش في المنظومة هي الاسوأ الطبيعي ايه؟ الطبيعي ان بعد الفيحة دي اتحاد القرى ده فودي قدم سألته كله لجنة الحكام دي لازم تتشال كلها لازم يجي حكم اجنبي واثنين وثلاثة انا مع ان اللجنة يبقى فيها لجنة التحكيم يبقى فيها حكمين وثلاثة خبراء مصريين ابسط الايمان حكم واحد لك انا بقولك انت محتاج حكم واثنين وثلاثة ولو تقدر تجيب حكام اجانب يديروا كل مباراة الدوري ياريت لان انت للاسف لا عندك تحكيم ولا هيبقى عندك تحكيم انت عندك منتمين والمنتمي اللي بينزل يحكم للأسف انتماءه الابيض بيكون طاغي على مهنيته وعلى شغله وعلى ضميره وبيقرر ان هو يكسب الابيض اللي بيدعي المظلومية وبيدعي ان الكل جاي عليه وبيدعي ان هو محدش بيجمله وبيدعي ان هو بيحارب الفساد وبيحارب الكون وبيحارب الكوكب وانت عارف ان الكون كله اتعمل او بقى موجود عشان خاطر يحارب الزمالك يعني كل انت الفيفة بتحارب الزمالك اتحاد الافريقي بيحارب الزمالك اتحاد العربي بيحارب الزمالك اتحاد المصري بيحارب الزمالك اتحارب الزمالك خلق عشان الكل بقى بيحاربه وهم يعيني بيكافحوا قصات كل الفساد ده تخيل هو بيحاول يبيع الفكرة دي بالرغم من اعتراف الكل على مجملته بالرغم من اعتراف الكل على احتواءه. فاحنا قدام وضع كارثي. ولكن يحسب لمجلس ادارة النادي الاهلي تحركوا من بداية المسرحية. زي ما طلعنا وقلنا وتكلمنا ان المسرحية ريحتها وحشة وبينة قوي من بدري. وما ينفعش نعمل زي ما عملنا في دوري اه عشرين واحد وعشرين واتنين وعشرين لما فضلنا سكتين وفضلة الحكام تغلط وتلغي لك اهداف وتحسب الزمالك ضربات جزاء وتحتوي الزمالك عشان تلاقي الزمالك في الاخر بياخد بطولة متمهداله من لجنة تحكيم كان بيرقصه عصام عبدالفتاح وبيرقصه حكامه اللي زي ما بقولك محتاجين حكام حكام محتاجة حكام محتاجة تتعلم تحكيم من اول وجديد محتاجة تتعلم قانون التحكيم من اول وجديد الحمد لله ان ده بيحصل وبيفضح عشان التاريخ يكتب ده عشان ده محدش هيقدر يدلس فيه ومحدش هيقدر يزور فيه ومهما قاله ومهما حكه ومهما حاوله يدعو المظلومية ويعياتو ويصيحو الحق بان وظهر العدل بان وظهر مع نفس الحكم اللي احتواهم في مطش الخمسة نفس الحكم الجميلهم في ضرب الجزاء طلعتهم كسبانين مطش وثلاث نقط في دوري السنة دي بيتلعب من دور واحد دوري بيتلعب بنفس طريقة الكاس دوري المطش اللي بيجي فيه ما بيتعوضش بسهولة عشان ايه عشان خاطر الزمالك لازم يفضل في المنافسة صدقني اعطوا الزمالك العدالة التحكمية وانتو تشوفوا في الدرجة التانية بالاخر ادولوا لحاجة عدالة الزمالك ده عدالة تحكمية درجة تانية مستريح مستريح ينزل دوري المظليم يعني وهو حاط رجل على رجل ولكن ما نقدرش احنا بنجيب له حكام عشان محتاج بطولة احنا بنجيب له حكام عشان نسنده احنا بنجيب له حكام عشان ما يبقاش في منتصف الجدول احنا بنجيب له حكام عشان ما يبقاش بينفس على الهبوط ولكن للأسف كل كده اتفضح واتكشف وبل الجميع لازم يبقى في وقفة وقتبنى ان الوقفة ما تكونش بالعبس يعني ما نلاقيش ان محمد العادل في يوم من الايام هو رئيس لجنة التحكيم لان انت عار يا سامة عبد الفتاح اللي طول عمره كان بيخدم الزمالك ما كانه كان فين رئيس لجنة حكام محمد فاروق اللي جابوه فمطش الكاس عشان المستشار محتاج بطولة كان نائب رئيس لجنة الحكام الاجنبي والذلوقتي هو المسؤول اللي بيحرق كل حاجة فاتمنى ان انا ملاقيش ابراهيم نور الدين هو المسؤول عن اللجنة الفنية للحكام فاتمنى ان انا ملاقيش في يوم من الايام محمد العادل بيقرم وبياخد رئيس لجنة الحكام لان انت عارف اللي بيخدم الزمالك لازم تتردد له الخدمة بانه هو يكون موجود في المنصب ده فاتمنى ان يكون وقفة اتمنى ان النادي الاهلي ومجلس ادارته ما يسكوتوش على اللي بيحصل وزي ما قلت الفكرة مش في بيان الفكرة مش في ان انت ده خطوة مهمة جدا ما قدرش هنكرها ولكن متبعد ده والتأكيد على ده ونتيجة ده يكون ايه وخليني اقولك ان الزمالك اللي مع ذلك وبالرغم من اعترافات الحكام ومن التسجيل الصوتي اللي طلع ومن كل ده وعلى رأي كابتن عضل القوعي قالك مش مهم بقى الخطأ هو مش مهم الخطأ هو المهم ازاي ده تصرب بقى هو ده المهمة عنده يعني بقى هو ده المهمة عنده بقى لك زي كالراجل تخش على امراض ده بيكون بيتكونوا مع واحد مين ده ما تقوليش مين انت ايه اللي جابك بالشغل بدري يا ستي مين ده اللي انت قايت له ما تغيرش الموضوع كان عنده حق ما هو ده اللي بيحصل دلوقتي زي بين اساس الموضوع والفضيحة ومسكين في التسريب وازاي تصرب وازاي عمل ولكن ده اللي كان بيعملك لاتنبرج لما كان بيسمعنا التسجيل الصوتي اللي بيحصل ما بينه الحكام والفار عشان يطلقلنا قلب الجميع زملكاوي قابل الاهلاوي تخيل بقى الزملكاوي ده بيقولك انا بنعاست حكيم اجنبي طب انت مش دلوقتي بالرغم من تدليسك وطالع بتقول ان انا اللي كنت مظلوم فمطش البنك الاهلي وانا اللي جايين علي انتو بتحاولوا تغيروا الحقيقة انتو بتخوفوا الحكام عشان تدبحوني طيب يا فاند انا هجيب لك حكام اجانب وهجيب لك رئيس لاجنة اجنبي طالما انت شايف ان المصري جاي عليك يقولك لأ انا مع الحكم المصري طب ليه ما هو الاهلي اللي الحكام بيخدموه زي حضراتك ما بيتقوله وبتدلس الاهلي المستفيد بيقولك انا عايز حكام اجانب لا يعرفوني ولا يعرفوه ولكن خط بالك ان اللي جاب كلادنبرج واللي ماشى كلادنبرج زملكواية الراجل فضحهم الراجل طلع قال الاخطاء وسمعنا الفربيت الفي ايه وعاقب الحكام وعشان كده كان لازم يمشي ويمشي بفضيحة هم من صنعهم عشان ده هيعري منظومتهم هيخليهم مفيش احدواء هيخليهم مفيش حكام بيتيجي بالقسم عشان محتاجين بطولة فانت ليه رفض التحكيم المصري ليه قصدي رفض التحكيم الاجنابي ومش عايزه لما انت بتقول ان انت مظلوم التحكيم المصري اعتقد ان المظلوم لازم يحطي ايده في ايد الاهلي وقيد كل الاندية عشان يجي حكام اجانب ولا حضرتك مستفيد طبعا مستفيد لكن التدليس والتزييف هيفضل دائك وهيفضل للأسف خلاص بقى مكشوف ومفقوس لكن انت عمرك ما هتغيره لا هتغيره ولا تقدر تعيش من غيره لان انت مش هينقذك غير المنظومة دي اللي بالشكل ده اللي موجودة عشان تخدم مصالحك وتخليك تحقق بطولات وهمية من صنع الحكم المصري فهتفضل بتشجع الحكم المصري فاتمنى من مجلس ادارة النادي الاهلي ان الموضوع زي ما خدنا خطوة البيان وزي ما خدنا خطوة ان انت تتكلم في الكوارث اللي حصلت في الجولة الاولى ان انت كمان تتابع الموضوع وانك ما تتنزلش ان انت حاد القرى دلوقتي ماشي بمبدأ انا خلاص وعملت اللي عليا واللي يجي بشهر 12 بقى يبقى هو يشيل الليلة قبل اللي هيجي مش قبل اللي هيجي لازم يبقى فيه حلول وموقف قوي من المنظر المقرف اللي احنا بينا شايفينه والفساد اللي احنا بينا شايفينه لان خلاص الكل الكشف وبان وبقت على عينك يا تاجر انتو عايزين ايه اكتر من كده تسجيل صوتي واسمعناه حاكم وقال ان احب يحتوي وبعاكدة طلق لك القرى مش ضرب الجزاء الله يخرب بيتك وبعاكدة راح حسبها ضرب الجزاء انتو عايزين ايه تاني مسئولين وطلعوا قالوا احنا في اتحاد القرى احنا عايزنا حكام مصريين ده غير المسئولين اللي طلعوا قالوا احنا واحنا فيه مسئولين عن المنطقة الجزاء كنا بنمنع الحكام وبنطلبهم عشان ما يكتبوش تقارير وعشان ما نوقفش اداريين ولعيبة ومسئولين وكنا بنغير في التقارير وبنقول للحاكم ما تكتبش في ده انتو عايزين ايه تاني عايزين ايه تاني من ان الناس دي مخدومة من ساسها الراصح اتمنى ان يكون فيه واقفة من نادي الاهلي وان الموضوع ما يتوقفش عند الدوشة اللي حصلة دي وقصة البيان لأ كمل شغلك اتفضحوا خلاص كفاية تدليس بقى وتزوير ادونا عدلة تحكمية عشان نشوف ازا مالك في الدرجة التانية يا جماعة مش عيف ايه المشكلة ايه اللي هيحصل يعني بحق ادر ان هو يبتعد ويشتغل على نفسه ونشوف منتصف الجدول او ينفس على الهبوط وفضل في الدوري تمام ما عندش مشكلة بالعدل وبالحق مش بحكم الاحتوال شكرا لكم وشكرا للمتابعيكم وما تنسوش تعملنا متابعة الفيسبوك سبسكيب على اليوتيوب واللايك والكومنت والشير وتوصلونا للغير سلام